نقاشات سرية شهدتها أروقة الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية والعسكرية خلال الأشهر الماضية منذ تأليف الحكومة برئاسة بن يمين نتنياهو بشأن تطوير حقل الغاز الفلسطيني مارين الواقع على بعد نحو 30 كيلو مترا من سواحل غزة بحسب ما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية خلف الخطوة الإسرائيلية هذه التي وافق عليها كل من رئيس الحكومة ووزير أمنه ولكنها تدار من قبل رئيس مجلس الأمن القومي ومنصق أعمال الحكومة في الضفة الغربية تقف المصلحة الأمنية لإسرائيل ما يقف وراء الخطوة التي تدفع بها إسرائيل قدما هو الفهم أن هذا سيفيد السلطة الفلسطينية بنحو هام من ناحية الاقتصادية وهذه مصلحة إسرائيلية أمنية واضحة النقاشات بشأن تطوير حقل مارين الذي لا خلاف على ملكية الفلسطينيين له دونها صعوبات قضائية وأمنية داخل النقاشات المغلقة هناك عدة صعوبات أولها قضائية لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة لذلك هناك حاجة إلى رعاية مصرية للأمر وهناك الموضوع الأمني أيضا فالتقدير في إسرائيل هو أن حماس لن تقف جانبا ولذلك يجب رؤية كيفية تطوير هذا الحقل من دون دخول حماس إلى الصورة تحدي إضافي ومهم جدا تواجهه الحكومة الإسرائيلية في قرار تطويرها حقل مارين بحسب محللين إسرائيليين يتمثلوا في الخشة من انتقاد جماهيري واسع لهذا القرار مسؤول إسرائيلي قال لنا مع أن هذه الخطوة تجري في مقابل السلطة لا في مقابل غزة فهناك خشة من أن يثير هذا الأمر الانتقاد من قبل الإسرائيليين ومعارضتهم لربطها بقضية الأسرة والجنود المفقودين وعلى وقع انتظار عرض الموضوع على المستوى السياسي لمناقشته في الكابينت بعد الانتهاء من درسه في مجلس الأمن القومي توقع محللون عدم رضى كثير من وزراء الحكومة عن هذه الخطوة التي يشكك الفلسطينيون أيضا في إمكانية تحققها